خدمية متكاملة عدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا وجهزت الرئاسة في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة للتيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة كما جندت الرئاسة أكثر من خمسمائة كادر مدني لإدارة وتنظيم الحشود وذلك بيتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام وكذلك تهيئت كامل أدوار مبنى المطاف وكامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام مشاهدي الكرام من هذا الخبر مباشرة إلى خبرنا الرابع حيث أعلن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي عن وصول التنفيذ الفعلي لنسك حجاج بيت الله الحرام إلى 364 ألف رأسا من الأغنام